تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من سعر رسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 822 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 239 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 51 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من سعر رسمي تم ضبط 164 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 14 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان إسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 978 قضية من بينها 217 قضية خبز ناقص الوزن و167 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التنمونية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 367 طن